أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي الأهمية التي توليها مصر للتواصل مع قيادات الكونجرس الأمريكي في إطار التنصيق والتشاور بين البلدين الصديقين على مختلف المستويات لسيما في ظل الواقع الإقليمي المضطرب في المنطقة وما يفرزه من تحديات متصاعدة جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي وفدا رفيع المستوى من مجلسي النواب الأمريكي وفي لقاء آخر مع وزير دفاع الجمهورية اليمنية أكد الرئيس السيسي دعم مصر الأخوي الكامل لليمن ومساندة الجهود الرامية للتواصل لحل سياسي للأزمة ما يحقق مصالح الشعبي شعب اليمني الشقيق على مختلف الأصعدة استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وفدا رفيع المستوى من مجلس النواب الأمريكي برئاسة السيد كيفين ماكارثي رئيس المجلس وعضوية عدد من رؤساء وآضاء اللجان من الحزبين الجمهوري وديمقراطي من بينها لجان الشؤون الخارجية والقوات المسلحة والأمن السبراني والبنية التحتية والموارد الطبعية والاعتمادات شارك في اللقاء من الجانب المصري المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والسيد سامح شكري وزير الخارجية صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن اللقاء شهد تأكيد عمق الشاركة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة وما يجمع بينهما من روابط وعلاقات تعاون وثيقة ومتشعبة حيث أكد السيد الرئيس الأهمية التي تليها مصر للتواصل مع قيادات الكونغرس الأمريكي في إطار تنصيق والتشاور بين البلدين الصديقين على مختلف المستويات لا سيما في ظل الوقع الإقليمي المضطربي في المنطقة وما يفرزه من تحديات متصاعدة بالإضافة إلى الأوضاع الدولية الراهنة التي خلفت أزمات في الطاقة والغذاء والتمويل طال تأثيرها السلبي العديد من دول العالم وفي ذلك الإطار أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي تقدير بلاده الكبير لمصر ودورها المحورية في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام في الشرق الأوسط وحرص الولايات المتحدة على مواصلة تعزيز علاقات تعاون الثنائية بين البلدين والارتقاء بها على شات الأصعيدة وفي مختلف المجالات كشف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد أيضا التبحث حول سبل استعادة وترسيخ السلم والأمن على المستوى الدولي والتعامل مع تطورات ذات الصلة إلى جانب المستجدات على الساحة الإقليمية وما تمر به المنطقة من أزمات لسيما فيما تعلق بتطورات الأخيرة في السودان وفي ذلك السياق أكد السيد رئيس أهمية تكسيف الجهود لتوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة بما يحافظ على وحدة الدول ويصون مقدرات شعوبها ويمنع الانزلاق نحو الفوضى والدمار مؤكدا بذل مصر أقصى الجهد لدفع مسار الحوار السياسي السلمي في السودان الشقيق ووقف إطلاق النار وحماية المدنيين من التدعيات الإنسانية للنزاع كما تطرق اللقاء إلى القضية الفلسطينية حيث أكد السيد رئيس موقف مصر السابت في هذا الخصوص بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة بما يفتح أفاقا جديدة للتعايش السلمي والتنمية والازدهار لجميع شعوب المنطقة وآرب السيد مكارسي عن تثمين الإدارة الأمريكية للجهود المصرية الإيجابية في هذا الصدد مشيرا إلى دور مصر الفاعل في الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني والدفع نحو تنشيط أعملية السلام كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتح السيسي الفريق الركن محسن الدعري وزير دفاع الجمهورية اليمنية بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي وسفير اليمن بالقاهرة أكد السيد الرئيس خلال اللقاء دعم مصر الأخوية الكامل لليمن ومساندة الجهود الرامية للتوصل لحل سياسي للأزمة بما يحقق مصالح الشعب اليمني الشقيق على مختلف الأصائض ويساعده على تجاوز كافة التحديات وصولا إلى استعادة الأمن والاستقرار والشروع في مسار التنمية من جانبه أكد وزير الدفاع اليمنية التقدير الكبير للعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين والجهود المصرية الدعمة لاستقرار اليمن معربا عن التطلع لتعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك في إطار دور مصر المحوري لدفع التضامن والتكامل العربي